واكيد لاحظتوا معايا موجة اخوانية ايه يا عم في ايه مال الواد معتز مطر ومال مطش الجزائر والسنغال البطولة في مصر مصر بتنظمها منتخب الجزائر وصل للنهائي ومنتخب السنغال للنهائي ومصر بتنظم البطولة في القاهرة انت يا معتز هارب زي الفقر المزعور في اسطنبول انت والقناة اللي شغال فيها وصاحبها ايمن نور ومولها عزم بشارة وشيخه تميم ملكه كله على بعض ومال هزي البطولة انتو ما هي مصلحتكم في الحديث عن البطولة والمبران النهائية شفت الجمهور الجزائر العظيم انت مال اهلك يا اخي انتو قرفتونا يا اخي شفت الجماهير الجزائر العظيمة بتقول فلسطين شفت الجماهير بتقول مش عارف نين الحق ده ابو تريك هتقال اسوف انت ابنت جننت انت الله يلعنك على ابو تريك عليكم كلكم واليوم اللي شفناكو فيه بطولة ماشية زي الفل واحترام والدنيا تمام وتنظيم زي الشرق الجزائر العظيمة بتقول من اروع ما يمكن على سقف كل الدول اللي ممكن تنظم البطولة يجي واحد زي معتز الازعر الفقر المزعور انبارح بيتكلم بيقول واخد الموضوع قضية انا مش عارف وبزعق ليه الوقت شغال بيحزق فانا مش عارف بيحليت الصوت لقيته بتكلم على المباراة وجايبين لقطات من المباراة على الرغم انه ممنوع ممنوع انه اي قناة تنقل من هزي لكن هم هم لصوص لحقوق الاخرية وقولوا احنا اخوان وغيره وفي نفس الوقت عمل الكلمة يقولك شفت الجماهير بيتقول ابو تريك ابو تريكة في مين يابني جماهير ماتشة الجزائر وكان مين في القبل الناجيري هيمكن وناجيري والماتشة شغال والجماهير بيتشجع فريقها وقولك شفت الجماهير بيتقول ابو تريكة ايه حالة الجنون ايه حالة العبط ايه حالة الهبل اللي فيها الاخوان ايه مين انا مش عايز اتكلم تاني أبو تريكا أبو تريكا تمين مش عارف مين مين احنا الموضوع تخطى انتو خلاص معادش عندكو قضية